تهديد اسرائيلي للوصاية الهاشمية على الأوقاف الإسلامية بالقدس تسعون عاماً بعد طلب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في فلسطين من الحسين من الأمير عبدالله بن حسين أن يكون وصياً ومشرفاً على عمارة المقدسات الإسلامية بالقدس تلو أبيب تسعى لسحب الوصاية مرت العلاقات الأردنية الفلسطينية بكثير من المراحل لكن وضع الأوقاف الإسلامية لم يتغير فوصاية عام 24 تعززت باتفاقية الوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية لعام 50 ولم يتأثر الاتفاق بحرب 67 ذلك أن معظم المقدسات بما في ذلك المسجد الأقصى تقع في الجزء الشرقي من القدس المحتل حسب القانون الدولي وفي فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية عام 88 طلبت منظمة التحرير الفلسطينية من عمان لابقاء على وصايته على الأوقاف الإسلامية وهو ما نصت عليه أيضاً اتفاقية وادي عرب الأردنية الإسرائيلية عام 94 وثبت الأردنيون والفلسطينيون الوصاية الهاشمية على الأوقاف الإسلامية بالقدس من خلال اتفاق أبرم العام الماضي الأردن يعتبر كل انتهاك إسرائيلي للأوقاف الإسلامية بالقدس تعدياً على اتفاقية السلام إلا أن تل أبيب تبدو ماضية قدماً في السيطرة على الجزء الشرقي من القدس بما في ذلك ما تتضمنه من مقدسات وأولى الخطوات كانت بإغلاق المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ 14 عاماً ترجمة نانسي قنقر